بحث محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالعاصمة السعودية الرياض مع سفير فرنسا لدى بلادنا جان ماري صافة عددا من القضايا المتعلقة بأمن وتنمية المحافظة وأهمها جوانب الأمن والاستقرار وتأمين المنشآت الاقتصادية عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت الحيوية وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف آثم للموانئ والمنشآت النفطية وزعزعة أمن الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية وجهود المجتمع الدولي لمنع التهريب الإيراني للأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية وأكد محافظ حضرموت تهمية دعم المجتمع الدولي لبلادنا في مواجهة إرهاب المشروع الإيراني التوسعي المهدد لأمن اليمن والمنطقة والعالم إلى جانب جهود نعم محاربة الإرهاب وأجدد سفير الفرنسي دعم فرنسا لاستقرار اليمن وإدانتها لانتهاكات الحوثية الإنقلابية مؤكداً أهمية دعم الاستقرار في محافظة حضرموت التي تعد نموذجاً في هذا الجانب ومساندة جهود محاربة الإرهاب